موسيقى موسيقى مؤخرا بتشير ان فيه 70% من الاشخاص اللي بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بيستخدموها بصورة كبيرة جدا وبشكل مبالغ فيه وطبعا على رأس القائمة الفيسبوك والانستجرام وتويتر وطبعا ده بيتفاوت من شخص للتاني ومن هنا بقى عندنا مؤشر مهم جدا ايجابي وسلبي لشكل وطبيعة استخدامنا للسوشيال ميديا كمان انا عايز اقول حاجة مهمة جدا جدا من اهم ايجابيات السوشيال ميديا اللي موجودة دلوقتي هي فكرة تشكيل الرأي العام التوجيه بتاع الوعي العام يمكن ابرز الحاجة اللي موجود دلوقتي من ابرز الموجود في مجتمعنا دلوقتي تريند موجود دلوقتي اللي هو بتاع إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام فكرة إلا رسول الله دلوقتي كلنا دلوقتي مسكين التريند ده وكلنا دلوقتي بنتكلم عنه السوشيال ميديا لفتت انتباهنا لحاجة زي كده لما دولة تسيق للنبي عليه الصلاة والسلام ويطلع السوشيال ميديا يبقى فيه اتجاه معارض للكلام ده ويكون فيه اتجاه ان كده غلط وان اللي بيحصل ده ما ينفعش هنا لازم نشيد بدور السوشيال ميديا لما دولة تكون دايما كلامها عن النبي عليه الصلاة والسلام وإحنا الناس تكون ايه هو المكان او الحاجة اللي قدروا يعبروا بها عن نفسهم والحاجة اللي قدروا يعبروا بها عن معتقداتهم ويقدر يقولوا ويدفعوا بيكون السوشيال ميديا ده حاجة موجودة بنعيشها دلوقتي كمان مش هتكلم عن تشكيل الوعي العام اللي منه جزئية الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام وكلنا دلوقتي شايفيني اللافتات والكلام اللي موجود في السوشيال ميديا وكله دلوقتي بيعبر بطريقته وبيكون المتنفس بتاعه هو السوشيال ميديا نفسه فموسوط جدا 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 أن يكون عندنا تريند زي النبي عليه الصلاة والسلام ويكون دايما إحنا لما نحب نعبر عنه بنعبر عنه في فيسبوك وفي غيره كمان أنا مش عايز بس أتكلم يكفي أن أنا أقول وإن كافيناك المستهزئين ويكفي الإشادات اللي الناس بتعملها ويكفي الناس أنها بتواجه مكان أو بلد ممكن تكون بتسيء للنبي عليه الصلاة والسلام بقوة وبحث ده يكفي هتكلم كمان على جزئية توسيع الدوائر الاجتماعية اللي بتعملها السوشيال ميديا ويمكن من أبرز الحاجات دي أننا مثلا عندنا حاجة منتشر يقولك ده أنا أنا عندي صديق على الفيسبوك عندي صديق على الفيسبوك تمام الصداقة حلوة جدا ومهمة جدا على الفيسبوك ولكن مواقع تواصل اجتماعي أثرت بشكل وبآخر على شكل التفاعل والتواصل مع الأشخاص في كل مكان داخل الدول العربية وخارج الدول العربية وده رجع لسهولة وسرعة استخدام التطبيقات بتاعتها اللي بقت مناسبة جدا لكل الأعمار بكل الفئات وكمان بقت منصة طرفهية كبيرة جدا بنقضي عليها وقت ممتع وبنستخدمها في أي وقت وفي أي مكان وفي حاجة هي سهمت فيها بشكل إيجابي جدا الفترة دي أن هي تكون بالتروج للمنتجات والخدمات لأصحاب الأعمال بقت بتساعدهم في أن هم يعملوا تسويق للمنتجات دي وتوسع أعمالهم بشكل ملحوظ جدا في الفترة الأخيرة دي كمان أنا عايز أتكلم في جزئية مهمة جدا ما أقدرش أتجاهد دور السوشيال ميديا الحاجات من الأمثلة اللي أنا قريت عنها وكانت حاجة منتشرة في الفترة الأخيرة أن في تطبيق من التطبيقات أنقص حياة سائحة ألمانية ده كان موجود فعلا مش كده بس عندي كمان غير زي ما أنا قلت في التوسيع الدارة للعلاقات الاجتماعية في أن هي أنقصتها دلوقتي فيه اتجاه بره اتجاه بره موجود أن من الإيجابيات اللي موجودة للسوشيال ميديا اللي ما نقدرش ننكرها أن عشان خاطر تقدم في وظيفة أو شركة التأمين تقدر تقبلك في حاجة هم يطلعوا على السوشيال ميديا بتاعتك كأن دي بقت البطاقة بتاعتك الهوية بتاعتك اللي يتعرف عليها من خلالها اللي هم بيعرفوها من خلالها يعني بيعرفوا أنت مين بالزبط بيعرفوها عن طريق السوشيال ميديا ده جزء في الموضوع ما نقدرش ننكر كمان حاجات تانية السوشيال ميديا إجاباتها كتير يعني يكفى أقول برضو مع العلومة بس بسيطة جدا أن الصورة عن الإستجرام دي بتبقى دي بتكون موجودة عشان خاطر أن هي تعرف في عقول الناس يعني صور الأكل دي مثلا بتبقى موجودة أنها بتحفز هرمون الأكل عند الناس وبالتالي الشركات بتستخدمها أن هي تقدر أنها سيطرة عن الناس وتفهم إيه اللي في عقولهم بل أنها تقدر تحفزهم منهم ما يشتروا حاجاتهم ومنتجاتهم كمان في سلبيات كتير جدا برضو السوشيال ميديا السلبيات بتاعت السوشيال ميديا أكيد موجودة وفي تركيز عليها طبعا أول حاجة وتأثيرها الكبير قوي على لم شامل العيلة العيلة اللي كانت بنجتمع كل أسبوع وكل أول شهر للأسف هي حولت التفاعل المباشر اللي بين العيلة وبعضها اللي بصورة مسجات اتصال تليفوني مش أكتر ولا أقل من كده كمان الاستخدام والمبالغ فيه ليها عمل تشتيت للانتباه جامد جدا للأشخاص وكمان أثر بالسلب في الوقت الحالي على التحصيل الدراسي للطلاب ودي شكوى جماعية لأولياء أمور كتير جدا وكمان بتأثر على عدم النوم بتخلي النوم ما فيهوش انتظام نتيجة إن الشخص بيقدي بيعود فترة كبيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وكمان بيشوف أحداث سلبية بتأثر عليه بشكل أو بآخر بتخليه عنده عدم تركيز وبتخليه مهتم جدا بتفاصيلها وبالتالي بتأثر عليه بطريقة سلبية وعكسية عايز كمان أتكلم من ضمن السلبيات اللي موجودة عايز أقول لنوها وقول للمشاهدين احنا كلنا بنعيش واقع دلوقتي مثلا بنكون قاعدين ويكون كل واحد مسك التليفون بتاعه وكل واحد في عالم تاني وفي حياته هو أصبح السوشيال ميديا عالم بديل حقيقي موجود أصبح السوشيال ميديا أنا عايز أقول حاجة كمان عايز أقول أن السوشيال ميديا بيقولوا أن الفيسبوك الواحده يعني كافيله أنه يكون أكبر من أكبر دولة في العالم يعني الصين أكبر دولة في العالم الفيسبوك نفسه عدد الناس المتجولين عليه أو نقول عدد سكانه يفوق الربعمية مليون عن عدد سكان الصين نتخيل فإزاي احنا نستقل بقوة زي كده سلبيات السوشيال ميديا كمان برضو من ضمن السلبيات عند السوشيال ميديا مثلا بيكون للأسف الشديد منصة لجرائم إلكترونية ومش عايز أقول لفظ قاسي جدا زي ما بقولوا ده عارة إلكترونية للأسف ده موجود ما نقدرش ننكره عايز برضو ألكو الدق على حاجة مهمة يعني فيه من جروبات اللي بنت مثلا ده تعتبر سلبيات بيرة جدا في المجتمع من دي من برضو السلبيات اللي موجودة على السوشيال ميديا بالذات في مص عندي جروب اسمه ومش عارف كراش جامعة بنها الجروب ده للأسف الشديد من أسوأ الجروبات اللي ممكن تكون موجودة يعني عايز أقول إنه هو بيروج بيروج لفكرة إنه بيعرف مثلا يعني فكرة الجروب بتتلخص إنه يجيب بنات يعرفهم بأولاده هكذا تبدأ فارق إيه عن التيك توك أو الميوزيكلي أو سلبيات أخرى أكيد طبعا وكمان استنزاف الوقت بشكل مبالغ فيه على المواقع التواصل الاجتماعي هيعطالك كتير قوي عن حاجات أنت ممكن تعملها مفيدة أكتر من الجلوس عليها بالشكل المبالغ فيه ده وزي ما هي برضو زي ما قلنا لها سلبيات برضو كان لها إيجابيات مهمة جدا كمان عايزين برضو غير إن إحنا نتكلم في السلبيات أو في الإيجابيات عايزين برضو نكون عندنا وعي شوية ونقول الحلول من ضمن الحلول اللي موجودة في السوشيال ميديا ليه لأ مثلا ليه لأ إن إحنا ما نقننش فكرة السوشيال ميديا وتعتبر كمادة موجودة في المدارس غير كده وكده عندي مبادرات أتقدمت كتجميلة جدا وعجبتني أقدمها رئيس الجمهورية كتحلوة جدا إن أي شخص عنده فكرة تطبيق يبقى رئيس الجمهورية ممكن يموله بمليون جنيه ده حقيقة فكرة موجودة لشبابنا وعايز كمان أضيف لكده إن أنا برضو يعني يا جماعة السوشيال ميديا لازم أن نفهم بالزبط إيه سوشيال ميديا السوشيال ميديا دي زي الأسد بالزبط لو إحنا معرفناش إن إحنا نتعامل معها معرفناش إن إحنا نفهمها هتبقى زي الأسد اللي هيلتهمنا وهيكون زريع إن هو نكون في مشكلة كمان عايز أضيف حاجة مهمة جدا وهرجع لنا ذكرته في الأول اللي هو التريند المنتشر رسول الله أنا عايز أقول رأيي الشخصي صراحة كده رأيي الشخصي إن أنا مبسوط جدا جدا بالرغم إن أنا بقول يعني إحنا بس بيبقى مجرد إن إحنا بنقول كلام على الفيسبوك أو السوشيال ميديا وبس لكن مبسوط جدا إن الناس بتيجي في حاجات زي كده وتقف بتيجي في حاجات ما ينفعش خط أحمر زي النبي عليه الصلاة والسلام ما ينفعش إنه هم حد ييجي ناحية النبي حتى وإن كان ربنا سبحانه وتعالى ذكر الآيات بتاح من النبي صلى الله عليه وسلم وربنا قال إن كفيناك المستهزئين ربنا سبحانه وتعالى قال بسرح مرحيم إن لذين يؤذون الله ورسول رعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذاب مهينة صدق الله العظيم عايز أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا خط أحمر وما ينفعش إن حد يقرب منه وما ينفعش إن أي دولة أيا كانت أيا كانت هي مين إنها تقرب من النبي عليه السلام عايز أقول كمان في نهاية الفقرة إن النبي عليه الصلاة والسلام زي ما أقول خط أحمر أنا بكرر لحتة ديت لإنها استفزتني جدا لما سمعت عنها ولما شفت وإزاي إن يوصل حال لمكان إن هم ما يعملوا ويتهموا إنها بحاجات مش فيه أنا آسف هركت برا سياك الموضوع شوية بس طبعا كان لازم أقول رأيه في حاجة زي كده عايز كمان أقول في نهاية الفقرة يا جماعة السوشيال ميديا لازم نتعامل معها بحرافية ولازم نفهم إن عشان خاطر السوشيال ميديا نقدر إن إحنا إن يكون متعاملين معها لازم طيب بكده هكون خلصة الحلقة بتاعت النهاردة أشوفكم الحد الجاي وأرجوكم خليكم معنا وتابعونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر